للحديث عن بداية تنفيذ بعض فقرات اتفاق تقاسم الأوقاف معنا الدكتور إبراهيم الحسان عضو هيئة علماء المسلمين في العراق والأستاذ في جامعة الإمام الأعظم بداية دكتور أهلا بك إدانة واسعة كما تعلم من العلماء لمحاولات الأحزاب السيطرة على مؤسسات الوقف السني بالإضافة إلى انتقادات لموقف الوقف السني مما يجري لماذا لم يتخذ الوقف موقفا واضحا تجاه الاتفاق؟ تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله والصحبه ومن ولاه أخي الكريم بالنسبة إلى تقاسم الوقف في الأوقاف وما يثار الآن إنما هو إحداث فتنة واستلاء على عملات الوقف وأملاك الأوقاف عموما وهذا من ضمن سلسلة التخريب أصلا تخريب لحمة العراقيين لحمة الناس نعم وعلاقات الناس لأن هذا يثير يثير الطائفية تماما وكذلك بالنسبة إلى الوقف السني نعم وعدم الوضوح في ما يجري أو الوضوح في اتخاذ موقف واضح تجاه الاتفاق نعم إما أن يكون هناك مصالح مصالح ومصلحة شخصية واتفاقيات على الكراسي وعلى المناصب وهذا يكون دائما بين الأحزاب ونسوا أن هذا الوقف وهذه الأوقاف هي أمانة وأنها مسؤولية ولكن للأسف الكثير منهم نسي ذلك نعم ولم يهتم إلا بمنصبه ومكانته والكرسي نعم فلا يبالي إن أعطى الأوقاف أو إن أعطى أملاك الأوقاف لمن أراد أن يستولي عليها ولذلك للأسف لم يكن هناك موقف واضح وموقف يكون سد منيع أمام كل من يريد أن يستولي على أوقاف أو أوقاف المسلمين وأوقاف المساجد بالنسبة إلى الوقف السني دكتور إبراهيم الآن منتقدوا الاتفاق وكما تعلم أكدوا أن الوقف الشيعي لا يمتلك حججا ومستندات تثبت عائدية ممتلكات الوقف السني له إذن على ما استندت محاضر الاتفاق لتقاسم الأوقاف على أي طريقة؟ بالنسبة إلى الحجج الوقفية والكل يعلم وحتى الوقف الشيعي يعلم أن ليس هناك حججا وقفية أو مستندات تثبت عائدية ممتلكات الوقف السني له وإنما هي من الأحزاب ومن أحزاء السلطة ولإحداث هذا التخريب ولإحداث السيطرة على المساجد وعلى الأراضي وعلى كل أموال الوقف ليس هناك حجج وأنا عندما أقول لك ليس هناك حججا وقفية أنا متأكد لأننا من ضمن العمل الذي كنا نقوم به بحثنا عن وجود مستندات وحجج وقفية لم نجد للوقف الشيعي حججا وقفية في كل ما يكون في الأوقاف وإنما حجج قليلة ومعلومة ومفهومة أما الآن المراد هو السيطرة على كل أراضي الأوقاف وعلى المساجد وعلى البساتين وعلى الدور الوقفية والسيطرة تماما وتضييع الهوية بالنسبة للوقف السمي دكتور إبراهيم لو تحدثنا الآن عن أوجه بطلانة لاتفاق من الناحية الشرعية بالنسبة للناحية الشرعية أنا عندما أريد أن أوقف بيتا أو أوقف مزرعة أو أوقف أرضا وهذه الأرض والمزرعة والبيت والمسجد عندما أنوي أنها تكون وقفا فقد خرجت من ملكيته خرجت من ملكيتي ولا يجوز لأحد مهما أوتي من قوة من سلطان من قانون لا يجوز له عنه وهذا في كل قوانين الأرض وفي شرعنا الإسلامي وفي فقهنا هذا معروف لا يجوز لي أن أتلاعب أو أن أتصرف إلا بالوجوه الشرعية فعندما آتي وأسيطر أو أسرق أو أخذ أو أجعل يدي على هذا المال أو على هذه الأرض أو على هذا المسجد وهو وقف هذا مخالف تماما للقانون والشرع والأخلاق والإنسانية إذن لا يجوز لي أن أضع يدي على أي وقف ولا يجوز لي التصرف في ذلك فالمراد الآن هو تضييع هذا التراث الكبير العظيم لأوقاف المسلمين الذين أوقفوا أراضيهم وأوقفوا بساتينهم وأوقفوا دورهم وأملاكهم لله لخدمة الدين لطلبة العلم للأرامل للأيتام لأعمال الخير فيأتي بالتالي يأتي إنسان أو حجم من الأحزاب أو سلطة وتتلاعب بهذا وتضع ليكفي هذا هذا لا يجوز شرعا ولا يجوز أخلاقا ولا يجوز إنسانية لأن هذا تضييع لهذا المال وظلم للذين أوقفوا هذه الأوقاف وهم أموات طيب دكتور إبراهيم ما هي الخطوات الواجب اتخاذها بحسب تقديركم من أجل منع تمرير هذا الاتفاق تفضل والله يا أخي الآن هي مسؤولية مسؤولية الجميع مسؤولية الجميع أولا مسؤولية أمام الله وهذا الكلام يوجه لي ولكل عالم ولكل طالب علم ولكل إنسان شريف غيور أن يقف أمام هذا المشروع وأن يقف أمام خطوات هذا المشروع التي صدرت وتزر من أحزاب السلطة أو الأحزاب وهذا لأنه سوف يحطم أكثر العراق المحطم قد حطموه زراعيا وصناعيا واجتماعيا والآن يريدون أن يحطموه وقد حطموه يريد أن يتبعوا بهذه الخطوة ما حطموه في هذا البلد إذن لا بد من وقفة لكل المسلمين أن يقفوا أمام هذا المشروع ولا يعذر أحد لا يعذر العالم ولا الخطيب ولا الإمام ولا المسؤول ولا الحكومة ولا كل من له كلمة لا يعذر أمام الله أن يمرر هذا المشروع في تحطيم الأوقاف والاستلاء على الوقف السني من قبل أناس لا يعرفون الحلال والحرام لو كان يعرفون الحلال والحرام لتوقفوا عن ذلك وإنما هي مؤامرة لتخريب هذا البلد والسيطرة على أوقاف المسلمين شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم الحسان عضو هيئة علماء المسلمين في العراق والأستاذ في جامعة الإمام الأعظم